افتتح معبر الراعي الحدودي مع تركيا أبوابه تجارياً لاستيراد وتصدير البضائع التجارية بعد افتتاحه إنسانياً لنقل الحالات الإسعافية منذ تحرير ريف حلب ضمن عمليات درع الفرات المعبر الذي يستقبل نحو خمسين شاحنة في كل يوم منذ افتتاحه ولديه قدرة استيعابية لاستقبال مئات الشاحنات في ظل تنظيم ساحات كبيرة لتبادل البضائع وقلب الحمولة من الشاحنات فيما يقول إداري المعبر بأنهم يعملون مع الجانب التركي على ملف عبور المدنيين وتسهيل مرورهم في المرحلة المقبلة طبعاً من جهة الحكومة التركية الأخوة التركية صنفوا معبر رعي من الفئة الألف طبعاً نحن في تنسيق عالي نحن والحكومة الموقعة للسماح للمدنيين بالدخول والخروج بوسط جوازات السفاق افتتح المعبر ضمن رعاية من الحكومة السورية المؤقتة وبإدارة من المجلس المحلي لبلدة الراعي الحدودية فيما أكد مسؤول الجمارك في المعبر بأن اللوائح الجمركية تم توحيدها في كل من معبر السلام وجرابلس والراعي ويتم إداع الواردات المالية يومياً لصندوق متفق عليه وتحت إشراف من الحكومة المؤقتة لخدمة المناطق المحررة وأهلها نزبي للتعرف الجمركي صاير تنسيق من قبل حكم المؤقتة التعرفي واحدة بين معبر جرابلس ومعبر راعي ومعبر باب السلامي طبعاً الأموال توضع بالصندوق بإيصال مالي لصالح المجلس محلي مدينة الراعي والعائدات يأخذوها ويحطوها وديعة بالبنك لصالح الحكومة السورية المؤقتة لمعبر الراعي أهمية كونه متوسط للمنطقة المحررة في ريفيحلب الشمالي والشرقي في منتصف طريق عزاز جرابلس ومقابلاً لمدينة الباب عمق المناطق المحررة افتتاح معبر الراعي بات ضرورة ملحة بحسب القائمين على المجلس المحلي للبلدة المعبر الذي سيسهل إدخال وإخراج البضائع من تركيا إلى مدينة الباب التي باتت اليوم عصب المنطقة تجارياً خالد أبو المجلي أورينت نيوز مدينة الراعي ريف وحلب الشمالي